إذاعة سلطنة عمان بين نفح الصبا وبين الشباب صلة في تفاعل جذابي هذه لذة الحياة وهذه بسمات الوجود حول الشباب فاعتنقها كما تشه في رياض العلم حرا مطهر الأثواب واغتنمها ولا تضع فرصة العمر فإن الأيام كالدولاب إيهن أستاذنا المحنك لاحظ دورة الدم في عروق الشباب الإنسان في مرحلة الشباب برنامج يومي يعد عبد الغفار الباز محمد الباز يقدم داود بن سليمان القاسمي ينفذ عبدالله بن سعيد الرشيدي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى الحلقة الأولى من برنامجكم الإنسان في مرحلة الشباب وذلك بعد أن انتقلنا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب فحيث تتجاوز أعزائنا الحياة بالإنسان عهد الطفولة بمختلف أدوارها فإنما يبدأ عهداً جديداً يعرف بمرحلة الشباب وهي المرحلة الثانية من مراحل عمر الإنسان في دنياه على أرضه البشرية تتجاوز الحياة بالإنسان عهد طفولته بما تضمنته مرحلتها من نماذج سابقة حض عليها الإسلام كما قد علمنا وابتداء من حسن الاختيار بين الزوجين والتكافؤ الخلقي بينهما وبكل ما فيهما من حب وتآلف على أسس من حسن الاختيار وعلى أسس سليمة تقوم عليها تنشئة الطفولة بين حنان الأمومة وعطف الأبوة لمن يكون له نصيب في الإنجاب ويكون بينهما توافق عقلي يقدر نعمة الله تعالى ومنته أن وهبهما نعمة الأولاد فيتبعاني ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في شأنهم منذ الغرس ومنذ ظهور حمل الأم وحتى إطلال المولود لدنيا الناس والعناية به طفلا في المهد وطفلا في التربية وحسن الرعاية وحتى يتكامل وعيه أو يتماثل لتكامل الوعي برشد وتمييز بين الأصلح وغير الأصلح وبين الطيب والخبيث وهكذا يبدأ الإنسان الدخول في مرحلة الشباب مودعا مرحلة طفولته يبدأ الإنسان مرحلة الشباب مرحلة المسؤولية مرحلة تحمل صعاب الحياة مرحلة إفراز حلو الحياة ومرها مرحلة العمل بوعي على تجنب خبائث الحياة وآلامها والأخذ بأطيب ما فيها حيث أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما يبدأ الإنسان في مرحلة شبابه بتحقيق جمال آماله وطيب آمانيه في تلك المرحلة الثانية من عمر الإنسان أيها الإخوة والتي نحن بصددها في هذا البرنامج ونعني بها مرحلة الشباب ويكون الإنسان مع إطلالتها في عمره قد لاح له شبابه بما لم يكن في حسبانه وهو في مرحلة طفولته وأصبح من حيث ولا عهد الطفولة بغرته وصباه قد انتقل إلى عهد الشباب أتاه بمسؤوليات وأعباء جسام هذا أيها الإخوة مثال الطفولة بعهدها الذي ولا وراح ومثال الشبيبة بعهدها الذي أتى وهو يحمل من مرحلة الطفولة أحلام الصبع وأماني ليواجه الشاب بها أعز ما يمكن أن يجعل الحلم حقيقة والأمنية أملاً مجسمة وكما يرى أيها الإخوة صاحب فلسفة مراحل عمر الإنسان إذ يقول قد مضض الطفولة وأصبح الفتى الخارج من دائرتها بمكان وكان يحاط فيها بكفالة الوالدين وعناية المحيطين به من أهل وأقارب وأصدقاء وقد أبدلته سنة الحياة عنها بمرحلة جد بلا هوادة وكفاح يحمل في أكنافه من ألوان الحياة غراس مرحلة طفولته بما يحتاج من عناية السقي وتنقية شواهب الغرس حتى يأخذ طريقه إلى ثمر طيب يجنيه لينضج به مادة الحياة فيه وإلى بناء متراص قوي تتساند فيه المادة والروح كي يستعصي هدمه على معاول خبثاء الفساد في الأرض وحتى لا تنخر في عظامه بكتيريا تأكل لحوم العظم لتخور فيه عظام الحياة فيهو من إنسانيته عود وتفنى حياته مبكرة بغير أمل تحقق وبغير أمان جسمت للحياة الأفضل في بناء حضارات الإنسان النافعة يخرج الإنسان أيها الإخوة من دائرة حياة الطفولة إلى دائرة الشبيبة ليبني ويعمر ويشيد حاضرا تقوم في ظلاله أجيال تعقبه لهذا يرى أمامه عالما جديدا فسيحا في دائرة شباب ملي بالتطلعات الجسام تطلعات يأمل أن يحقق بها ما تخيله في صبابة طفولته من كبير الآمال وعظيم الأمان أصبح الإنسان في مرحلة شبابه أيها الإخوة يتطلع إلى حقيقة ما يأمل وإلى جمال ما يتمنى أصبح الإنسان الفرد في عالمه الجديد مع بداية مرحلة الشباب وقد حل من قيوده الأولى وروابطه الأبوية بكل ما كان فيها أسيرا أو ضيفا على الحياة مكرما بحنان الأمومة وعطف الأبوة أصبح وقد حل من قيود أسره أو انقض من ضيافته في رعاية الأبوين أصبح بعد انطلاقه من قيوده وضيافته يندفع أو تدفعه آماله التي طالما تخيل تحقيقها وحلقت بآفاق فكره أماني أصبح يندفع بشدة في عالمه الجديد حيث يأمل كثيرا من أنواع المسرات وضروب الآلام أصبح الشاب في عالمه الجديد بعد الخروج من دائرة مرحلة الطفولة بين طريقين أو خطين مزدوجين من دروب الحياة بين مسرات يأمل فيها تحقيق أحلامه وأمانيه وبين آلام يعمل على تجنب دروبها وسلوك طرائقها لكنها الحياة بحلوها ومرها وصاحب العقل الذكي والثقافة الرشيدة من يحتفظ بقدر استطاعته كبشر وبقدر إمكانياته كإنسان ليس له إلا ما قدر له فيختار من المسرات أقومها توازنا ليستقيم سيره في غير عوجاج حتى إذا لصقت به الحياة وتلونت له في مختلف دروبها استطاع أن يجعل الصعب هينا بما توفر لديه بما تلقاه من ترشيدات وتوجيهات في مرحلة طفولته ومن حيث أن الإنسان في بداية مرحلة الشباب يحتاج في فورة شبابه إلى من يبث فيه رزانة الهدوء ورونق الاتزان في ترشيد من نوع جديد له بعث الحياة العاملة في غير تهور والإمساك بأهدابها في مسيرة لها ميزة العقل المستنير بغير إفراط في تخيلات الأمان الجارفة في نفس الوقت الذي قد توفر للشاب فيه من خيالات صباه ما يأمل أن يحققه في شبابه بما توافر لديه من مميزات عقلية وقوة جسدية وبما اكتسبه من نظريات تربوية رشيدة غير أن صراعات الشهوة برغباتها الفطرية في جانبها الذاتي البشري بمادته الترابية يحتاج الشاب إزاء لأن تبرز فيه دوافع الروح التي تلقاها صياغات في كلمات من الإيمان منذ كان وليدا في المهد ومنذ بدت في ملامحه وسائل التربية وحتى ظهرت عليه ملامح الإيمان هذا الصراع كما ذكرناه أيها الإخوة بين شهوات الغريزة في طباعها البشرية وبين الإيمان المكتسب خلال المرحلة التربوية منذ عهد الطفولة إنما يحتاج في الشاب إلى ضابط يوازي بين النقيضين هذا الضابط هو وازع الإيمان المكتسب في عهد الطفولة والذي تكسوه حلل الإيمان الذي يعيش به في مجتمع إيماني من حوله يسانده فيه ويقويه جوانب الأمان والاستقرار في مجتمعه إذ بفقد الأمان والاستقرار يفقد الشاب توازنه ويختل فيه فكره وتظهر بين جوانبه ملامح القلق وتلك هي متاعب الشباب متاعب تجعله حائرا بين نوازع النفس في رغبات الغريزة وإشباعها بغير ضابط في غيبة الأمان وعبث فوضى التي غيبت وطمست معالم الاستقرار من حوله ولا يجتمع الإيمان والعبث بمكان بغيبة الإيمان وعبث الإفساد الطارد لعوامل الاستقرار يبقى الشاب حائرا بين نوازع الرغبة المطلقة وبين رواسب الإيمان في أعماقه وقد غابت ملامحه وكادت تمحى صورته من مخيلته كما كادت تمحى مشاهدها فيما كان يتمناه في ظلال تربوية بمرحلة طفولته أن يحقق في ظلاله عظيم آماله وجميل آماني وهكذا يجد الشاب نفسه تائها في حيرة بين صراع تحاول فيه الشهوات بفلسفتها الدنيوية أن تهبط به عاريا من كل قيم الإنسانية وبين استعلاء نفسي تحاول فيه الروح أن تسمو به سموا يجرده من رغبات الشهوة المطلقة إلى رغبات البناء الذاتي في شخصه كإنسان له من قيم الإنسانية ما يحقق فيه رغبة الله في الإنسان منذ خلقه آدميا في صورة آدم أب البشر وتلك غاية الله تعالى في الإنسان منذ خلقه وجعله خليفة على أرضه هذه أيها الإخوة هي الغاية والعهد والأمل وطيب الأمان في الإنسان في مرحلة شبابه انتهى لقاؤنا معكم أعزائنا في الغد إن شاء الله لقاؤنا آخر تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر